في العراق ازدادت حدة المنافسة قبل ايام من الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في الثاني عشر من هذا الشهر حيث كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن محاولات تهديد تعرض لها من قبل قادة في ميليشيات الحشد الشعبي وتوعد العبادي بكشف الفاسدين على حد تعبيره داخل هذه الميليشيات انا سألت متنفذين مسؤولين في الحشد ما يتكروا اسمائهم لان قبل سنة ونصف ذكرت اسم احدهم وعن نفوه كيف تتعاون مع رئيس الوزراء يريد ان تتكث يريد ان تتكث انه اخبرني كلام تفصيلي عن اولئك الذين يتجاوزون عن المال العام ويتجاوزون على رواتب المقاتلين يصروا منها يأخذون الاموال والزعاء كيف ما شاء امتدت يد الغدر لتأخذ الشهيد قاسم بعيد يصرون الفاسين بها يخوفون هذا عهد مني إلا نجدهم خليوا نتبع فمن عيواني عراقيا ايضا اكد المرجع الشيعي علي السستاني وقوف المرجعية في العراق على مسافة واحدة من جميع المرشحين حسب تعبيره وعبر عبر وكيله عبد المهدي الكربلائي عن الرفض الشديد لعادة انتخاب من كانوا في السلطة طيلة السنوات الماضية إن المرجعية الدينية العليا تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين ومن كافة القوائم الانتخابية بمعنى أنها لا تساند أي شخص أو جهة أو قائمة على الإطلاق فالعبرة كل العبرة بالكفاءة والنزاهة والالتزام بالقيم والمبادع والابتعاد عن الأجندات الأجنبية والطريق إلى التأكل من ذلك هو الإطلاع على المسيرة العملية للمرشحين ورؤساء قوائمهم ولا سيرة من كان منهم في مواقع المسئولية في الدورات السابقة لتفادي الوقوع في شباك المخادعين من الفاشلين والفاسدين من المجربين أو غيرهم عبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور فاضل البدراني الكاتب والمحل السياسي العراقي دكتور فاضل وكأن السيد علي السستاني يعني كما يقولون أتى بعد عناء ليعرف الماء بالماء لا تنتخب الفاسدين نقف على مسافة واحدة من الجميع هل هذا ما كان ينتظره العراقيون أو الطبقة السياسية في العراق من تصريحات الوفات والمرتقبة للرجل بالطبقة هذا التأكيد اليوم ونفل المرجعية الشيعية بعدم دعم أي إيقاح هذا له جلالات أن هناك القوائم والأحزاب السياسية كانت عبنة وحتى هذه الأيام تحاول تحاول تنظر المعين يشترك وهناك قضية القضايا الدنيا ولها دور كبير كبير فيه بني المواطن أو الناخب وبالنتيجة فرقة أسواك ثم ظهرت المرجعية وأكدت بأنها تحاول البعد عن أي طائمة لا تقدم خدمات للشعب ووصفت بكل جراء دون أن تذكرها بالاسم لكن هي معروفة بدل أوصف الشعبية العراقية والسياسية من هي القوام القادمة من هي الشخصيات التي ترقت أموانش وشجعت عن الفساد واضح أنه دكتور فاضل كان هناك ترقب لي خطبة الجمعة اليوم وما كان سيأتي بها من قبل سيد عبد المهدي الكربلائي وكيل المرجعية العليا في العراق وما كان مرتقب كذلك أن يتم الحديث بشكل أكثر وضوحا عن أولئك الذين أفسدوا وخربوا أو ساهموا في عمليات النهب الممنهج في العراق حتى يتم تفادي انتخابهم عبر فتوى بين قوسين عبر فتوى دينية هذا لم يحدث ما جاء ترديد لمبادئ عامة تقال في أي انتخابات وتقال من أي شخص لا تنتخب الفاسد ولا تنتخب أولئك الذين دمروا وطنقوا على مدى السنوات الماضية ما الجديد الذي أضافه اليوم السيد علي السستاني كان بالفعل كنا ننتظر وكنا نتوقع أن هناك تشخيف أدق من هذا وهناك بعض الآراء التي تداولتها العوصل السياسي والشعبية ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام كلهم كانوا يتوقع أن تشخيف أكبر أننا نتوقع أن تصبر فتوى وآراء دينية بصدر أحزاب بعض المكروم بعض الكتل السياحة خاصة الشيعي والمتنفجة هذا لم يحصل هذا الذي ظهر اليوم بالفعل هناك مشكلة إذن على ما يبدو في إتمام هذه المكالمة نعتذر عنها هذه المشكلة من المصدر بطبيعة الحال أشكره على آية حال الدكتور فاضل البدراني المحل السياسي وكان الحديث مستمرا حول الفتوى التي كانت مرتقبة للمرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السستاني وحديثه اليوم عبر وكيله السيد عبد المهدي الكربلاء كان من المفترض أن يتم التطرق بشكل أكثر تحديدا وتفصيلا حول أولئك الذين أسهموا في تخريب العملية السياسية في العراق أو أولئك الذين أسهموا كذلك في عمليات الفساد الممنهج التي قالت بها عدة منظمات ومؤسسات دولية معنية بالشفافية حول ثروات جرى نهبها وبإطار ممنهج على مدى السنوات الماضية فضلا أن حالة الانقسام الشديد التي كانت مبنية على نعرات طائفية مستمرة الإشكاليات المرتبطة بالحشد الشعبي مشاركته في الانتخابات ومشاركة قادات هذا الحشد في العملية الانتخابية ومنتسب الحشد بعدما أتيح لهم حق التصويت خمسة قوائم أو خمسة ائتلافات جرت تشينها للبيت الشيعي ما عد بحسب الكثيرين انقساما أو تصدعا في البيت الشيعي في ضوء ما تبعناه حتى من خلال الخبر الذي بث قبل لحظات حول الردود التي يحملها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على اتهامات مستمرة أو تهديدات حتى من قبل بعض قادة الحشد الشعبي له قبل ايام من اجراء هذه الانتخابات ترجمة نانسي قنقر